اذا شئت ان تحيا سليما من الردى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره وعلم مورد كل مخلوق ومصدره وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أوضح به الله سبيل الهداية ونوره أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهدأ بالكم وكل عام وحضراتكم جميعا بخير بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات وجعلنا الله جميعا من المقبولين في شهر رمضان ومن الحائزين بالمغفرة والرضوان ومن عتقائه من النيران أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من اليوم المفتوح وهذا اللقاء في برنامج هذا ديننا نتحدث في هذا اللقاء عن كيفية استقبال العيد وكيفية وداع شهر رمضان هذا الضيف الكريم العزيز الذي أتى ومضى سريعا وسيرحل بعد ساعات إما شاهدا لنا أو علينا ما الذي يجب علينا ونحن نودع رمضان ونستقبل العيد هناك عدة وصايا ينبغي أن نلتزم بها ونحن نستقبل عيد الفطر المبارك الوصية الأولى الحرص على إحياء ليلة العيد فقد روي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيى ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب فيها إحياء للقلوب كيف نحيي ليلة العيد إنما يكون ذلك بذكر الله بقيام الليل بالتسبيح والتهليل والتحميد بقراءة القرآن بكل أفعال الخير التي كنت تفعلها في رمضان إياك وأن تعتقد أن انقضاء رمضان يعني طيا لبساط العبادة وانتهاء لموسم الطاعات وإعلانا لبداية التحرر من العبادة والتقرب إلى الله ولكن عليك أن تقضي جزءا من ليلة العيد مع المصحف والمحراب مع الزكر والاستغفار الوصية الثانية احرص على إخراج زكاة الفطر إن لم تكن أخرجتها وقد تحدثنا آنفا عن زكاة الفطر وقلنا إنها طهرة للصائم طعمة للمسكين وإن الله عز وجل قد فرضها لكي ندخل السرور على الفقراء والضعفاء في ليلة العيد وفرضت في عهد رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم صاعا من أغلب قوت البلدة عن كل فرض عن الصغير والكبير الزكر والأنثى الحر والعبد والصاع يقدر بميزاننا الحالي بحوالي اثنين ونصف كيلو جراما من الأرز أو القمح أو أغلب قوت البلدة وأغلب قوت البلاد قد يكون من الأرز أو القمح أو التمرأ أو الشعير أو الزبيب أو ما شابه ذلك وقد أجاز الإمام أبو حنيفة إخراجها نقدا وذكرنا أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى شرعية تفيد بأن قيمة زكاة الفطر النقدية عن كل فرض تقدر بخمسة عشر جنيها كحد أدنى عن كل فرض ومن استطاع أن يزيد فبها ونعمة قد يقول قائل إن المال كان موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول أمر بإخراجها من القوت فلنفعل هذا الفعل أو ما السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على إخراجها من القوت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني الأمة في عهد الرعيل الأول من الإسلام أو في عصر فجر الإسلام على إطعام الطعام لذلك جعل من أجل الصدقات إطعام الطعام وسقي الماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصروا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام وحينما سئل عن غرف الجنة لمن هي غرف الجنة قال لمن أدام الصيام وأطعم الطعام وألان الكلام وصلوا بالليل والناس نيام فكان الهدف هو بناء الأمة على إطعام الطعام وحب تقديم الخير لأن منع إطعام الطعام كان يعد تكذيبا بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولكن إذا كان الفقير في حاجة إلى المال أكثر وإذا كان المال يؤدي مصلحة ومنفعة الفقير فإنه جائز ولا ضرر من إخراجها نقدا فالمقصود منها هو مصلحة الفقير وإدخال الصرور على قلب الفقير في هذا اليوم بل إن الإنسان البسيط الذي يكون لديه ما يزيد قليلا عن قوت يومه عليه أن يخرج زكاة الفطر لأن الله عز وجل شاء أن لا يحرم الفقراء أو الضعفاء من متعة العطاء لأن للعطاء لزة فحتى لا يكون الفقير آخزا على مدار عمره وعلى مدار العام دون أن يكون معطيا ودون أن يشعر بلزة العطاء فقد أعطاه الله عز وجل فرصة العطاء مع زكاة الفطر وذكرنا أن زكاة الفطر تخرج للمصارف الشرعية لزكاة المال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وركزنا في حلقة ماضية على أربعة مصارف الأربع مصارف الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل هذه مصارف متاحة الآن لكي تخرج في أي مكان أين نخرج زكاة الفطر؟ تخرج زكاة الفطر على الوجه الأرجح والأولى في البلد الذي غربت فيه شمس آخر أيام رمضان على المزكي بمعنى إذا كنت مقيما في بلدتك وقضيت رمضان وصمته وستغرب شمس هذا اليوم وهو آخر أيام رمضان عليك وأنت في بلدك فالصدقة أو زكاة الفطر تخرج في بلدك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل صدقة عبد خارج بلده وأهلها محاويش إن كان هناك إنسان مسافرا في الخارج في دولة أخرى وقضى شهر رمضان وغربت عليه شمس آخر أيام رمضان وأفطر وهو في دولته فالأولى أن يخرج في المكان الذي غربت عليه فيه شمس آخر أيام رمضان وإن لم يتمكن أو لم يعرف أن يصل لبعض الفقراء والمحتجين في المكان الذي هو غريب فيه فعليه أن يرسل لأهله في بلده كي يخرج زكاة الفطر وهذا جائز المهم أنها تخرج قبل صلاة العيد لأنها إن خرجت قبل صلاة العيد فهي زكاة فطر إن تأخرت وخرجت بعد صلاة العيد فهي صدقة وليست زكاة فطر على أرجح الأقوال وعلى رأي الجمهور فاحرص على أن تخرج زكاة الفطر في ليلة العيد أو بعد فجر يوم العيد مباشرة وقبل صلاة العيد الوصية الثالثة احرص على أداء صلاة العيد بعض الناس سيقولهم المساجد مغلقة والساحات ممنوعة إزاي حنصلي العيد؟ أولا لا تحرم نفسك أجر صلاة العيد فقد جاء في الأسر أن صلاة عيد الفطر تعدل أجر عمره وصلاة عيد الأضحى تعدل أجر حجة ولها فضل عظيم عند الله والملائكة تنزل في هذه الساعات من يوم الفطر يوم الجائزة لتشهد من يصلي بين يدي الله عز وجل إن كنا حرمنا من صلاة الجماعة ومن الساحات والمساجد والجماعات لعلة شرعية فلا بد أن نعرف كيف نصلي صلاة العيد في بيوتنا أولا ما وقت صلاة العيد؟ يبدأ وقت صلاة العيد من بعد شروق الشمس بثلث ساعة ويستمر ويمتد إلى ما قبل الظهر بثلث ساعة وبالأدق بعد شروق الشمس بخمسة وعشرين دقيقة يحين وقت صلاة العيد طيب أنا ما تمكنتش إن أنا أصليها في التوقيت ده وبعد كده اتأخرت ساعة اثنين ثلاثة راح وقتها ومعدش ينفع صليها لا تصليها وقدمك الوقت ممتد لغاية قبل الزوال أو قبل أزان الظهر بخمسة وعشرين دقيقة تقدر تصليها لو حتى الساعة حداشر تقدر تصليها حداشر وشوية بس قبل ما الظهر يأذن بخمسة وعشرين دقيقة طيب ما صليتش صلاة العيد غدا واكتشفت إن أزان الظهر حل وما صلتهاش أعمل إيه أصليها بعد الظهر؟ لا ما تصليهاش بعد الظهر تنتظر لليوم التالي اللي هو تاني أيام العيد وتصليها في نفس التوقيت في تاني يوم العيد يعني من بعد شروق الشمس بخمسة وعشرين دقيقة والوقت ممتد قدامك لغاية قبل الظهر أو قبل الظهر بخمسة وعشرين دقيقة ده في اليوم التاني أنت من حقك تصليها في اليوم الأول أو التاني في عيد الفطر لكن في عيد الأضحى ممكن في اليوم الأول أو التاني أو التالت لكن في عيد الفطر اليوم الأول والتاني فقط والأولى إن أنت تصليها في اليوم الأول الوصية اللي بعد كده عايزين نهتم بالتكبير يوم العيد إن شاء الله بعد ما تصلي الفكر تكبر تكبير العيد لأن له أجر عظيم عند الله وله فضل كبير وهو من السنن المؤكدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويمتد التكبير من بعد صلاة الفكر وحتى يحين وقت صلاة العيد ده في عيد الفطر لكن في عيد الأضحى التكبير بيبدأ من فجر يوم عرفة وحتى عصر رابع أيام العيد اللي هي ثالث أيام التشريق لكن في عيد الفطر من فجر يوم العيد وحتى يحين وقت صلاة العيد بنصلي صلاة العيد إزاي؟ صلاة العيد سنة المؤكدة وضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم منذ السنة الأولى من الهجرة صلاة العيد ركعتان في الركعة الأولى نكبر سبعة تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وفي الركعة الثانية نكبر خمسة تكبيرات غير تكبيرة القيام يعني أنا هصلي في البيت زي ما كنت بصلي في المسجد أو في الساحة بالزبط الفرق بس أن ما فيش خطبة أنت كنت بتقعد تسمع الخطبة بعد ما تصلي العيد في الساحة أو المسجد لكن أنت لما تصلي لوحدك في البيت أو تصلي بأهل بيتك ما فيش خطبة أنت هتبقى صلاة فقط ولما تصلي بتكبر نفس عدد التكبيرات يعني الرقعة الأولى سبعة تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام يعني بتكبيرة الإحرام تمانية وفي الرقعة الثانية خمسة تكبيرات غير تكبيرة القيام طب السنة إن أنا أقرأ إيه بين التكبيرات أو أقول إيه أسكت ولا فيه ذكر يقال بين كل تكبيرة والتانية ممكن تقول ذكر محدد وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول إيه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ده من كل تكبيرة والتانية أو في ذكر آخر الله أكبر وكبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة اللي أنت حافظه سواء ده أو ده تقوله من كل تكبيرة والتانية طب لو ما قلتش حاجة بين التكبيرات وسكت الصلاة صحيحة ما فيش فيها مشكلة طب لو غلطت في عدد التكبيرات وانسيت ومش عارف أنا بدل ما كانه سبع تكبيرات جوم ستة جوم تمانية الصلاة صحيحة وما فيش فيها مشكلة وعدد التكبيرات سنة وبيزيد في الأجر لكن لا يبطل الصلاة طيب أكرأ إيه بعد الفاتحة السنة إيه السنة اللي كان بيلتزم بيها الرسول صلى الله عليه وسلم في العيد إن كان بيقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة صورة الأعلى وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة صورة الغاشية وأحيانا كان بيقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة صورة قاف وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة صورة القمر يعني في الركعة الأولى قاف والقرآن المجيد وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشقت القمر طب أنا مش حافظ الصور دي ممكن أقرأ بصور تانية يجوز والصلاة صحيحة وما فيش فيها أي مشكلة لكن ما تحرمش نفسك من أجراء صلاة العيد طيب فيه سنة لصلاة العيد فيه أزان وإقامة لصلاة العيد ما فيش أزان وإقامة لصلاة العيد إطلاقا الأزان والإقامة دي للفروض الخامسة طيب فيه حاجة بنقولها كان بعض الناس بيقولوا أحيانا في المساجد الصلاة جامعة والأنوار ساطعة أو ما شابه ذلك لا الكلام ده كله غير وارد ما فيش أي صيغة أو أي إقامة أو أي أزان لصلاة العيد طيب بالنسبة لصلاة العيد هل فيه سنة أصليها قبلها أو بعدها زي ما بعمل مثلا قبل الفجر بصلي ركعتين أو بعد الظهر بصلي ركعتين وقبلها بصلي أربعة أو كلام من ده لا ما فيش أي نافلة لأن هي أصلا سنة صلاة العيد مش فريضة ده هي سنة ولا تسبق بسنة طب ليه ما بتسبقش بسنة قبلية مثلا قبلها لأن أساسا الوقت اللي قبل صلاة العيد من الأوقات المنهة عن الصلاة فيها لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فيه ثلاث أوقات منهة عن الصلاة فيها وهي من بعد الفجر حتى شروق الشمس ومن بعد العصر حتى غروب الشمس وما يسبق وقت الزوال اللي هو الوقت الواقع قبل الظهر بدقائق قليلة قبيل الظهر لذلك احنا بنقول قدامك تصلي صلاة العيد لغاية قبل الظهر بخمسة وعشرين دقيقة عشان ما تدخلش في الوقت المحزور إذا ما فيش سنة قبلية وما فيش سنة بعدية طب أنا دخلت المسجد فيه تحية مسجد لما كان فيه مساجد كان ممكن تحية مسجد لكن لو بتصلي في ساحة ما فيش تحية مسجد للساحة طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هل بعد ما نصلي العيد ممكن نصلي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هاديو أنه ما كانش بيصلي حاجة بعد صلاة العيد لغاية لما بيرجع بيته ويصلي صلاة الضحى وصلاة الضحى طبعا معروفة ممكن تصليها اتنين او اربع يعني مسنى مسنى اللي عايزين نقوله ان انت قبل ما تصلي صلاة العيد من السنة ان انت تفطر على طمرات بخلاف عيد الاضحى انت بتصلي صلاة العيد قبل ما تاكل وبعد كده تفطر ولوليك اضحية بتاكل منها بعد صلاة العيد لكن في صلاة عيد الفطر يسن لك ان انت قبل ما تصلي صلاة العيد تفطر على طمرات ويكون عدد فردي يعني طمرة أو ثلاثة أو خمسة بحسب ما يطرأ لك يوم العدة يوم الجائزة ويوم المرحمة ويوم التسامح والتصافي ونبذ العداوة والخصام طيب إحنا هنقول هننبذ العداوة والخصام يعني نسامح بعض يعني فيه تصافح لو أنت زعلان من حد يكلمه اتصل به اعتذر له ده أخطأ في حقي ده هو اللي أساء ليه ده هو اللي أهني خيركم من يبدأ بالسلام والرسول صلى الله عليه وسلم وعد اللي بيبدأ بالسلام بأن ربنا سبحانه وتعالى يبني له أصر في الجنة إذن فيه مكافأة كبيرة يبقى أنت أولى بيها ودايما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في الوصية المحمدية أعفو عن من ظلمك وأعطي من حرمك وصل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك ولا تخن من خانك اليوم ده يوم التراحم يعني سلة الأرحام طيب إحنا الوقت في زمن خطر الخروج والتزاور إحنا مش عايزين تزاور مش عايزين خروج مش عايزين تزاحم مش عايزين اختلاط لكن فيه وسائل حديثة ربنا منع علينا بيها إحنا نحافظ ونلزم البيوت ونلتزم بالتعليمات وما نخرجش لكن فيه وسائل تواصل اجتماعي فيه اتصال هاتفة تتصل بإخواتك وأريبك وأحبابك البعيد والقريب وتقول لهم كل عام ومطيبين وتكلمهم وتطمئن عليهم بحيث تكون الصلة موجودة وليست مقطوعة وزي ما احنا شايفين أن ربنا منع علينا بوسائل حديثة لكن الأولى طبعا أن احنا نلتزم بالبيوت وما نخرجش وما نتحركش في مثل هذه الأيام لأن دي تعليمات من باب دفع المضرة وعندنا قاعدة فقهية في الدين بتاعنا بتقول دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة يعني إيه دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة أو يعني إيه ضرق المفسدة مقدم على جلب المنفعة يعني إذا كنت مقبل على عمل خير لكن قد تصحبه شبهة ضرر يبقى الأولى أن أنت تدفع وتطرد الضرر حتى لو تراجعت عن عمل الخير فإنت صحيح لما تيجي تلف وتزور وتتزاور وتختلط بالناس وتسلم وتصافح ده كان أعمال خير لكن في التوقيت الحالي ممكن تصحب بمضرة وغاصة أننا في ظل ظروف وباء وجائحة وما شابه ذلك يبقى دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة والتزام البيوت أولى مع التواصل عن طريق الوسائل الحديثة كل هذه الأمور يجب أننا نحرص عليها كذلك لا تنسى أن تدخل الصرور على قلب أي إنسان فقير أو مسكين أو ضعيف أو يتيم في مثل هذه الأيام لأن يدخل الصرور من أجل الأعمال ومن أحب الأعمال إلى الله ودي من الحاجات اللي بنلقاها في ميزان الأعمال عند الله يوم القيامة وزي ما قلنا أن الإنسان بيحشر يوم القيامة يوم البعث يوم الفزع الأكبر محتاج أي حسنة ويقول يا ريتني كنت استغلت مواسم الطاعات ربنا كان بلغني شهر رمضان والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له موسم طاعات العيد موسم طاعات إذن يجب نستثمر هذه الأمور عشان تنفعنا في يوم البعث يوم البعث يوم الفزع الأكبر زي ما قلنا أن الناس حتحشر فيه بقوانين وقدرات جديدة بنفس الهيئة أو بنفس الشكل لكن بقدرات جديدة ومن الأدلة على ذلك أول دليل إبصار الناس ما لم يكونوا يبصرونه في الدنيا لأن الإنسان يوم القيامة سيصبح قادرا على أن يرى قرينه من الجن يرى الجن والشياطين والملائكة بل ويصير قادرا على أن يرى جبار السماوات والأرض وقت الحساب الدليل الثاني أن الناس لا يموتون من شدة الجوع والعطش رغم طول يوم القيامة يقدر عند الله بخمسين ألف سنة ومع ذلك ما فيش أكل وما فيش شرب والناس مش بتموت مع أن الإنسان ما يقدرش يتحمل أنه يعد أكتر من ثلاثة أيام بدون الطعام وشراب في الدنيا الدليل الثالث أن أهل النار لا يموتون وهم يحترقون يتحملون شدة حرارة نار جهنم والعياذ بالله مع أن الجسم البشري بطبيعته في الدنيا لا يتحمل حرارة النار ولو للحظة الدليل الرابع أن أهل الجنة لا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتنخمون ولا يبصقون إذن فيه قوانين مختلفة بتحكم الأجسام البشرية عند الله يوم القيامة لكن هنحشر على أرض عملة زي الرسول صلى الله عليه وسلم بيصف أرض المحشر وبيقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ككرس نقي ليس فيها معلم لأحد يحشر الناس ولما نقول يحشر ليه ما قالش يبعث أو يجمع لأن الحشر في اللغة هو أن تضع في المكان أكثر من سعته ومن المعروف أن أرض المحشر مشهورة بالازدحام الشديد ليه؟ لأن كل الأجيال المتعاقبة اللي عاشت على الأرض في أزمان متفاوتة منذ خلق آدم وحتى قيام الساعة سيجتمعون معا كلهم هيجتمعوا مع بعض في أن واحد ويحشرون على أرض المحشر حشراء ومش الناس بس إنس جن شياطين وحوش ملائكة الكل على صعيد القيامة في موقف واحد يتنفس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ليست بالبياض الناصع ككرس نقي يعني مثل رغيف الخبز المصنوع من الدقيق النقي الخالي من النخالة نكمل الحديث بس لما ناخد اتصال من الأخت سناء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتك وليس سناء وحضرتك طيب وحضرتك بخير تفضل يا فاني وربنا يبارك في حضرتك ويزيدك من صدر يا رب شكرا جزيلا تفضلي بقول لحضرتك أنا عايزة أعرف أقدي صلاة العيد في البيت زي بعد إذن حضرتك حاضر تفضلي شكرا وحضرتك طيب سلام علي طبعا احنا ذكرنا أن صلاة العيد تؤدى ركعتين في الركعة الأولى نكبر سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وفي الركعة الثانية نكبر خمسة تكبيرات غير تكبيرة القيام وبنقرأ الفتحة وما تيسر من القرآن في كل ركعة من الركعتين هي دي صلاة العيد ركعتين عاديين جدا بس كل ما في الأمر زي أي ركعتين زي سنة الفجر زي الركعتين بتوع الفجر بس بنزود عدد تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات وبعد تكبيرة القيام في الركعة الثانية خمس تكبيرات وبنكمل صلاتنا عادي خالص يعني الفاتحة ومتى يسرى من القرآن وركوع وسجود وكل شيء ناخد اتصال آخر إن شاء الله السلام عليكم عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضل يا فأنت لو سمحت ممكن أستفسر عن سؤالي عم الشيخ فتفضل يعني عن عمال الحواجب كده كذا الشيخ قال إنه حرام وكذا الشيخ قال الزيال عن الحاجب فهو حلاء مجاب يعني وكذا فأنا مش عارف شكرا تفضل يا فأنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة المتفلجات في الحسن المغيرات لخلق الله لما يقول لعن الله النامصة والمتنمصة النمصة والمتنمصة التي تنتفو شعرها من وجهها أو من حواجبها بهدف التغيير لخلقة ربها الحسنة فيها يعني بدون ما يكون فيه تشوه في الوجه أساسا أو ما يكونش فيه شيء يستدعي أن يحدث تجميل والإنسان يلعب في نفسه فده بيكون شيء غير طيب لعن الله النامصة والمتنمصة لكن لو فيه تشوه أو عيب خلقي أو نسبة زائدة من الشعر وتستلزم بعض التصبيطات فهذا لا حرج فيه لكن إذا كان من باب التغيير للخلقة الحسنة لرب العزة فيها فده خطأ لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة هو المستوشمة الواشمة اللي بتحاول أنها تعمل نقطة أو واشمة في وجهها أو في خدها بأنها تحشو جزء في الوجه ببعض الحناء أو ما شابه ذلك علشان تعمل نقطة ملونة في الوجه دي اسمها الواشمة والمستوشمة اللي بتقوم بالعمل لها والواشرة هو المستوشرة اللي هي بتحاول تعمل فتحات بين الأسنان يعني تمسك مبرد وتحاول توسع بين الأسنان وتغير في ترتيب الأسنان اللي ربنا عمله لكن لو حد عنده مشكلة أو عيب خلقي وعمل تقويم في الأسنان هذا جائز ولا حرج فيه لكن إذا كان ربنا خلق الأسنان بصفة طبيعية لكن الوحدة عايزة تزود في الشكل الجاذبية تقوم توسع الفتحات أو المسافات بين الأسنان فهذا خطأ والواشرة هو المستوشرة والواصلة هو المستوصلة التي تصل شعرها بشعر إضافي يعني تحاول تضيف شعر إضافي على شعرها واللي بتقوم لها بهذا العمل هذا خطأ المتفلجات في الحسن مبالغة المغيرات لخلق الله نأخذ اتصال من الأخت أمم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم أهلاً وسهلاً تفضل يوم معنا الله يخليك وحضرتك بكامل الصحة أو العافية تفضل الله يخليك من فضلك ممكن أن أسأل حضرتك سؤالك تحت أمرك الله يبريك لك من فضلك أنا بربي عيكام ربنا يعينك الله يخليك فليه معي ببلغ في المجلس الحزي تمام أنا مش عارفة تواصل معاه ومش عارفة بالضبط هو قد إيه هل يجوز الزكة بتاعهم ليه؟ تمام تفضلي ماشي شكراً جزيلاً طيب هنرجع لسؤال محمد بس ناخد الاتصال من مدام صارة السلام عليكم السلام عليكم حضرتك الشيك أهلاً بيك يا مدام صارة تفضلي حضرتك الشيك كمانا ما بيجي أصلي لدول يعني بيصلي لأوي حضرت صنة للمجاكين بقى لفتح القرارة بالنسل ومبس لم يجي أرض بس الأرض يعني ده السلام عليكم أصلاح يا سلام دير ما بعرفش أقولها يعني بقى لفتحة والهمة بقى إيه قرانية ما بعرفش أقولي الكلام ده ما بتعرفش أقولي التشهد اشتغذ اه التشهد صيغة التشهد ما تعرفهاش يعني ما عرفش أقولها يعني لا يعني تعرفيها ولا ما تعرفهاش ما تعرفهاش هنقولها لك حاضر تفضلي ماشي نرجع الأول لسؤال أم محمد هي بتسأل عن أن فيه مبلغ هي ربنا يعينها أرملة وبتربي أيتام وإحنا بنبشرها أنها يعني امرأة تزاحي من نبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة المرأة التي قعدت على يتامة وهيكون لها أجر عظيم ومن المبشرات بدخول الجنة بإذن الله وربنا هيكون معين لها بتقول أن فيه مبلغ في المجلس الحاسبي وهي ما تعرفش قيمته خاصة بالأولاد ومتجمد المبلغ المتجمد أولا لازم تعرفي أن لابد أن المبلغ يكون جاوز النصاب ومر عليه الحول يعني عام كامل مع تمام الملكية وبراءة الزمة من الديون يبقى عندك أربع شروط عشان يطلب منك أن أنت تخرجي الزكاة المال أول حاجة النصاب والنصاب قلنا يقدر بـ 8-85 جرام دهب أو 595 جرام فضة ولما نقول 85 جرام دهب يعني بنحسب بـ 8 جرام الدهب عيار 21 وإذا حسبنا في الزمن اللي احنا فيه هنلاقي أن النصاب لا يقل عن مبلغ 55 ألف جنيه إذا كان المبلغ زاد عن 55 ألف جنيه يبقى كده الشرط الأول موجود يتبقى بعد كده الشرط الثاني لابد مرور عام كامل يا ترى المبلغ ده موجود بقى له عام ومر عليه عام ولا لسه ما كاملش العام لازم يكمل العام بعد ما يكتمل العام والمبلغ بلغ النصاب نشوف الأمر الثالث بقى تمام الملكية هل هو في حوزتك يعني أنت متمكنة منه كامل الوقت وعرفاه وعرفه هو كام ووضعه إيه ولا مش في حوزتك لسه حاليا أو مش في حوزة أسرتك دي النقطة الثالثة المهمة جدا تنتبه إليها تمام الملكية يعني يكون في حوزت صاحبه أو يكون ضامن له على الأقل وعرفه بعد كده برأة الزمة من الديون إذا كان فيه ديون على صاحب المال أو المزكي لازم يبرأ زمته من الديون وبعد كده يحسب زكاة المال على المبلغ المتبقي إذا كان جاوز النصاب نسأل الله تعالى أن يوفقك لما يحبه ويرضى طيب بخرج قد إيه لو تأكدت أنه هو فعلا جاوز النصاب وعد عليه الحول وعرفت قيمة المبلغ الرسمية بعد ما أعرف قيمة المبلغ ويبقى في حوزتي بخرج ربع العشر يعني عن كل ألف جنيه خمسة وعشرين جنيه دي زكاة المال وزكاة المال مش لازم تخرج في رمضان زي زكاة الفطر لكن زكاة المال بعد مرور الحول يعني مرور العام بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل على التشهد طبعا الصيقة بتاعت التشهد التحيات والمبركات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد كده ده التشهد بعد كده الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التشهد بنصلي على الرسول بالصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك عميد ومجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك عميد ومجيد ده التشاهد اللي بيتقال سواء تشاهد أوسط أو تشاهد أخير في الصلاة طبعاً يا بتقول إن فيه أذكار ما تعرفهاش في الصلاة وطبعاً يا كفيك إن أنت بعد الفاتحة تقرأي ما تيسر من القرآن زي ما قلت قل هو الله أحد أو الإخلاص أو الفلق أو الناس ما فيش فيها أي مشكلة وأقل الزكر في الركوع سبحانه ربها العظيم تقوليها ثلاث مرات وفي السجود سبحانه ربها الأعلى ثلاث مرات فيه أذكار وأدعية تانية كتيرة لكن مش لازم تكون ملمة بكل الحاجات التانية طبعاً في القيام سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فيه أدعية أطول لكن ممكن تقتصر على الحاجات الأساسية وتعرف التشاهد لأنه من الأساسيات التشاهد الأخير من الأركان الأساسية في الصلاة ناخد اتصال من الأستاذ خالد السلام عليكم سلامة الله وبركاته تفضل يا فن سلامة الله وبركاته أهلا بيك تفضل أنا سمعت كويس تفضل كل ساون طيب شخ فيها حتة قطعة أرض ورسة تمام خدت حلفت أنا ما هاخدها لما الجنب ده حلفت إيه؟ ناس ضغط أقسمت بالله ما هاخدها لما أنا على جنب واحد أي على جنبها في قطعة الأرض تمام ناس ضغط عليها وخلاني خدت من مكان تاني تمام كفارك الكاطم أنا كطمت ثلاث مرات فضل يا أستاذ خالد طبعا اليمين اللي بتكلم عنه الأستاذ خالد اسمه يمين منعقدة والأيمان تلات أنواع يمين لغوة ويمين منعقدة ويمين غموس اليمين اللغوة لا يؤخذكم الله باللغوة في أيمانكم يعني لا حرج على صاحبه ولا كفارة عليه وربنا بيعفو عنه وبيسمحه إذا هو واليمين اللغوة ده بيجي إزاي إذا أقسمت على غيرك لكنه لم يبر قسمك يعني مثلا أنت عندك ضيف وأخسمت عليه أنه يأكل وما أكلش لأنه مش قادر أو أخسمت عليه أنه يعد وهو كان مستعجل وخرج يعني قلت له والله لا أعد والله لا أكل وهو خلف اليمين ده اسمه يمين لغو لا يؤخذكم الله باللغوة في أيمانكم لأنك أخسمت على غيرك ولكنه لم يبر قسمك أما اليمين المنعقدة أنت بتحلف على نفسك والله أنا حعمل كذا وما عملتش أو والله ما حعمل كذا وعملت زي اليمين اللي السائل بيسأل عليه وده له كفارة الكفارة بتاعته بتكون إطعام عشر مساكين أو صيام تلتيان إطعام عشر مساكين أو صيام تلتيان وبنقول إطعام عشر مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني إطعام يوم كامل زي إطعام الفدية بتاع الصيام إطعام يوم كامل لو في غير رمضان فطار وغدا وعش تختار عشر مساكين وتطعمهم أو تصوم ثلاثة أيام دي كفارة اليمين وزي كفارة النزل كفارة يمين والأولى أن تحفظ أيمانك يعني واحفظوا أيمانك ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم بعد كده تستغفر ربنا وتكفر بالكفارة دي أما اليمين الغموس فده والعيازه لما بيكفرش بالكفارة أو بالصيام أو بالإطعام لأنه هو بيؤدي إلى ضرر إنسان زي ما يكون واحد بيشهد زور ويقول والله أنا شفت فلان سرق وهو ما شفوهش وأدى لأن فلان دا يتحبس هل أروح بقى صمت ثلاثة أيام وبقى كده خلاص ما فيش مشكلة حبست واحد وصمت ثلاثة أيام وخلص لا لابد من رد المظالم لابد من تصويب الخطأ لأن اليمين الغموس ده سمي بالغموس لأنه يغمز صاحبه في النار لأنه بيشهد شهادة زور الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منها ألا أنبيكم بأكبر الكبائر ثلاثة الإشراك بالله وعقوق الولدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور ولا زال يقررها حتى قلنا ليته سكت نسأل الله العفو والعافية يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص نقي ليس فيها معلم لأحد ليس فيها مكان مرتفع يختبئ وراءه أحد وليس فيها مكان منخفض يختبئ فيه أحد الكل على أرض جديدة لم ترتكب عليها معصية ولم يرق عليها دم الكل جرد تتصف هذه الأرض بالازدحام مع شدة الازدحام تشتد الحرارة حرارة الشمس فوق الرؤوس الشمس التي في الدنيا كورت وانتهت اسمعوا إلى أهوال الحرارة يوم القيامة حرارة الشمس فوق الرؤوس حرارة الأنفاس والكل على صعيد واحد حرارة الحياء من الجبار حرارة خوف الفضيحة حرارة القلوب من الزنوب والمعاصي نكمل بعد ما ناخد اتصال السلام عليكم الله وبركاته أهلا وسهلا إزاك يا شيخ يا أهلا بيك اتفضل لتفضلك سمحت عندي سؤالين تحت أمرا بنفس السؤال برضو يعني كالترامت اليمين على ستة تحتين في بره الأولاد يعني كان السبب الأولاد في الموضوع يعني يمين طلاق يعني يعني قلت لها مثلا وانا زهان كده زعلت وقلت لها مثلا ماشي وثاني مرة من قريب هنا هو برضو كان سبب برضو الأولاد وقلت الولد انت طالق انت ومك كده يعني يعني مرتين اه لقلت انت طالق انت ومك يعني الولد كان هو الشبب برضو تمام حاضر السؤال الثاني بس 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 ورسك للسؤال بس شكرا طيب تفضل شكرا طبعا احنا بن هنجاوب بس بعدا بناخد اتصال من أم حبيبة السلام عليكم تمام بس بس شكرا اهلا بيك تفضلي بدأت شكرا وانا بابايا اتوفى وفي بلنا انا واخرشي يعني احنا 4 اخوات ثلاث بنات وصدق وولد تمام وانت بلنا ورس بينا احنا المحل بتاعه والبيت والعربية بتاعها وانت بتقولي هو التركة قد ايه بالزبط هو في بلنا العربية بتاعك بابا والمحل وبيت جدي يعني تمام شكرا فضل نرجع للسؤال السابق وهو يمين الطلاق احنا دايما كنا بنحذر من الطلاق وبنقول ان يمين الطلاق يهتز له عرشه الرحمن غضبا على صاحبه سواء كان صادقا او كاذبا والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ملعون 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 من حلف بالطلاق او حلف به لذلك بنحاول ننصح انفسنا وننصح اخوتنا انهم يمسكوا اعصابهم وبلاش يمين الطلاق لان دا بيهدد الاسرة المسلمة بالانهيار طيب اللي اخطأ وحلف يمين طلاق او رمع على زوجته يمين الطلاق مرة او اتنين له كفارة والكفارة زي كفارة اليمين اطعام عشر مساكين او صيام تلت ايام بس بشرط يكون المرة الاولى او التانية الطلاق مرتان لكن لو مرة تلتة هتبقى فيها مشكلة واقوال اخرى زي ما ذكرنا قبل كده لا تحلوا له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا يم يكون لها مخرج بالتفريق بين الزواج السني او الزواج البدعي وذكرنا تعريف الزواج السني ان يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه لكن المقام لا يتسع للخوض في مثل هذه المسألة السؤال بتاع الاخ الكريم هما مرتين له كفارة في المرة الاولى وكفارة في المرة التانية بس كل كفارة يجب تتم قبل ما يقرب زوجته من قبل اي تماثة قبل ما يمس زوجته او يقرب لها يمحرم عليه الغاية لما يكفر عن يمينه بيكفر عن اليمين ازاي؟ يطعم عشر مساكين ويطعام عشر مساكين زي ما ذكرنا انه يقدم طعام يوم كامل لكل مسكين من العشرة فطاره غدا وعشر او لو في رمضان هيبقى فطار وصحور طب ممكن يديله 8 طعام يجوز وممكن يكون نصف صاعر من اغلب قوة البلدة بس الاولى انه هو يقدم طعام ما كانش ممكن يقدم نقدا وزي ما ذكرنا ان الفدية يعني تتروح من عشرة لعشرين جنيه على المسكين او بحسب يصار الزوج او الرجل اللي حالف اليمين لانها بتختلف من شخص الى اخر ويجب بعد كده انه هو يحفظ الايمان لان اليمين التالت هيبقى فيه مشكلة ما هيعرفش يكفر عنه بالنسبة للاخت الكريمة يوصيكم الله في اولادكم للذكرى مثل حظ الانسيين احنا عندنا الوقت هي بتسأل ان والدها توفاه الله نسأل الله ان يرحمه ويرحم موت المسلمين اجمعين وطرك تركة معينة عبارة عن سيارة ومحل ومنزل او قطعة ارض او ما شابه ذلك الحاجات دي كلها بتجمع وبتقوم تخويم حالي التخويم الفعلي بتاعه وبعد كده بعد ما بنقوم التركة بتاعته نقومها ونعرف قيمة التركة كلها على بعضها ايه نبدأ الاول طبعا بعد الوفاة اذا كانت الوفاة حديثة فيه تلات حاجات مهمة جدا ان احنا نخلصهم قبل ما نوزع التركة قلنا الكفن بتاع الاب ما كانش الاب اشترا كفن لنفسه احنا بنشتري له كفن من حر ماله مش من فلوسنا احنا مدام هو ترك مال تاني حاجة الوصية اذا كان الاب اوصى بوصية واحنا قلنا ان الانسان يجوز له ان يوصي في سلس ماله اما السلسان فهما حق الله يتصرف فيهما بقوانين التوريس كما اراد من بعد وصية يوصي بها او دين والوصية ينبغي ان تكون لغير وارث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فان كانت لوارث لظروف خاصة او لعلة مرضية او ما شابها ذلك فلابد من موافقة جميع الورثة ده النقطة التانية يبقى اننا الكفن والوصية تالت حاجة بقى الديون بنبحث عن ديون الاب بنسددها قبل ما نوزع التركة لابد ان احنا نسدد ديونه ومن ضمن الديون الزكاة اذا كان عليه الزكاة لازم نحسب المال بتاعه واذا كان حال عليه حول طبعا بنخرج ربع العشر من المال اللي هو زكاة المال يبقى زي ما بنهتم بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه لابد ان احنا نهتم بحاجتين مهمين جدا وهو حساب زكاة الميت واخراجها بعد وفاته وسدد ديون الميت يعني يجب ان احنا لا نغفر عن مثل هذه الامور طب خلصنا الامور اللي زي دي بقى نوزع التركة ازاي طبعا ربنا قال في القرآن يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانسيين بس امتى بعد ما نشوف اذا كان فيه مستحقين تانين ولا لا يعني لو لوه اب او ام لكل واحد منهما السدس طيب لو لوه زوجة اللي هي ام الاولاد لها التمن يبقى لابد نخرج حقهم وبعد كده اللي يتبقى نقسمه على الاخوة والاخوات هو تقريبا تلت بنات وولد هيبقى هيتقسم للذكر مثل حظ الانسيين يعني كاننا بنقسم على خمسة خمس اسهم الولد سهمين والبنات كل بنت بسهم بالتساوي وبالتراضي بينهم يبقى احنا قولنا الوقتي خمس اسهم متساوية الولد له سهمين وكل بنت لها سهم وبعد كده يتراضوا بقى اللي يخلص البيت اللي يخلص المحل اللي يخلص العربية بنفس التمن بعد التقوين نرجع لصفة أرض المحشر والازدحام الشديد مع هذا الازدحام تزل الأقدام ويضمأ الناس ويلهسون عطشا طيب احنا قلنا ان فيه حرارة جديدة جدا ايه المخرج من الحرارة دي الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان الصدقة بتظل على صاحبها من حرارة شمس يوم القيامة فانت لما تتصدق بصدقة ولو كانت يسيرة بتتقي حرارة يوم القيامة وبتتقي النار اتقوا النار ولو بشق تمره كمان القرآن انت عندك سورة السجدة تأتي يوم القيامة ولها جناحان تطير فوق صاحبها لتظل عليه من حرارة أرض المحشر كمان عندنا صورتين اسمهم الزهروان البقرة والعمران الزهروان يأتيان كغمامتين يعني سحابتين ثقيلتين يوم القيامة لتظلل على صاحبهما من حرارة الشمس كمان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله أو في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل دعتهم رأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه مع شدة الحرارة يضمأ الناس ويلهسون عاطشا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يضمأ الناس يوم القيامة ويعرق الناس يوم القيامة حتى يلجمهم العرق ويبلغ أزقونهم وأفواههم وكل يعرق على قدر عمله ناخد اتصال من الأخت مريم ثم نكمن إن شاء الله السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا تفضلي لو سمحت عايز أسأل عن لو سمحت عايز أسأل عن الأم عن إيه عن الأم اللي بيصدها بني ولدها أنا مش سامع كويس يا أستاذة مريم عن إيه عن الأم اللي بيصدها بني ولدها آآ آآ تمام شكرا جزيلا حاضر حاجة تاني طيب تفضلي شكرا ناخد اتصال من الأستاذ أحمد وبعدين نرجع تاني لسؤال الأخت مريم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا سلام يا أهلا بيك يا مرحبا أهلا بخير الله يرفع قدرك شكرا جزيلا كنتمحت أنا لما باجي أصلي لما باجي أصلي فضل ما بقدرش أصلي بصوت مرتفع شوية تمام بصلي بصوت وطي جدا لما بصلي بصوت مرتفع ببعرفش بغلب ما فيش أي مشكلة فأنا بصلي بـ بـ يعني في السر خالص ما فيه أنت مش بصلي منفرد لا 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 مدام بصلي منفرد الصلاة صحيحة ما فيش فيه أي مشكلة خالص الصلاة الجهرية بنجهر بها لما نكون بنصلي جماعة لكن مدام بصلي منفرد الصلاة كلها ستجير يعني ما أستمعت أن لازم لوحد لا تجهر بصلاتك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا لكن أنت كده الوقتي بتصلي صلاة فردية يجوز لك أن أنت تصرف كل الصلاة ما فيش فيها أي مشكلة وصلاة مقبولة إن شاء الله يعني أنا ما طلعش شوت حارس يعني في أعماق الكلام أنا ما عرفش بغلط لما بتصلي شوت مرتفع ما فيش مشكلة أنت مش بتحرك لسانك أو شفايفك بالقراءة السرية لا ما يمكن لا كمان يعني بتقرأ في ذهنك فقط بدون اللسان ما يتحرك آه بالقلب كده لا إحنا عايزين اللسان يتحرك والشفاه حتى لو بصوت خافت تحرص على تحريك اللسان والشفاه بصوت غير مسموع ما فيش فيه مشكلة وربنا نتقبل وإن شاء الله الصلاة صحيحة وسرية شكراً فضل طيب نرجع لسؤال الأخت مريم تقريباً الأخت مريم كانت بتسأل عن أنا أنسيت سؤال الأخت مريم طيب نرجع نكمل الحديث وبعد ما نتذكر هنرجع تاني إن شاء الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آه كانت بتسأل الأخت مريم عن الأم التي تفرق بين أولادها طبعاً حديث النومان بن بشير معروف الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء طبعاً شخص يوصي يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه عايز ينحل ولد من أولاده نحلة يعني يدي له عطية معينة وعايز الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد عليها لأن زوجته كانت امرأة صالحة طقية وقالت له إذا أردت أن أنت تدي له العطية دي أشهد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فلما راح للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول سأله سؤال قال له هل نحلت كل ولدك مثل هذا هل اديت لكل أولادك زي ابنك ده فطبعاً رد عليه وقال له لا أنا ميزت الولد ده فقال أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور يعني ظلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فمن حقوق الأبناء على الأمهات والأباء العدل في العطية العدل في المعاملة العدل في الحنان العدل في الابتسام العدل في أسلوب الكلام لابد أن الأب أو الأم يعدل بين أولاده وإلا هيكون ظالم لرعيته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله على رعية فيموت يوم يموت وهو ظالم أو وهو غاش لرعيته إلا وحرم الله عليه الجنة نعود إلى الحديث عن الضمأ يوم القيامة يزمأ الناس ويلهسون عطشاً مع شدة العطش مين اللي هيعصم من عطش يوم القيامة؟ أولاً الصائمون لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر كان حقاً على الله أن يرويه يوم الزمأ طيب هنقف إحنا عارفين شهر رمضان هنصوم شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دول اللي هما إيه؟ ثلاثة أيام من وسط كل شهر عربي اللي هي 13 و14 و15 اللي بنسميهم الثلاثة أيام البيض اللي بيحافظ عليهم طبعاً الحسنة بعشر أمثلها فلما يصوم ثلاثة أيام في كل شهر الثلاثة أيام دول بيكتبوله بأجر 30 يوم يعني كأنه صام الشهر كله ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صامت ضهر كله يعني زي الصيام الست أيام من شوال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صامت ضهر كله هنا الإنسان اللي بيواظب على صيام رمضان مع صيام ثلاثة أيام من وسط كل شهر عربي بيعصم من ضمأ وعطش يوم القيامة كمان الإنسان الأمة أو الأب اللي صبرت على فقد الطفل قبل البلوغ لأن بيظهر على أرض المحشر أطفال صغار شكلهم جميل يحملون أكواب من ذهب وأباريق من فضة وقد أتوا فيها بماء من نهر الكوثر من الجنة يمحثون في أرض المحشر عن آبائهم وأمهاتهم ليسقوهم شربة هنيئة هؤلاء هم الأطفال الذين ماتوا في الدنيا صغارا قبل بلوغهم فصبر آبائهم وأمهاتهم على فقدهم فيكافئ الله الأب الصابر أو الأم الصابرة على هذه المحنة بهذه الشربة الهنيئة يوم القيامة لأن فقد الولد جرح لا يبرح قلب أبيه وأمه على مر الزمان لذلك الإنسان اللي بيصبر على فقد الولد ربنا بيجزيه خير بهذه الشربة الهنيئة لأن الطفل اللي بيموت قبل البلوغ ده بيروح يحجز لأبوه وأمه مقعد في الجنة ومكان في الجنة ويجيس إيهم من ماء الجنة يوم القيامة يوم يشتد الزماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله أن يرويهم يوم الزماء كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيكرم في هذا اليوم بإعطائه حوضا واسع الأرجاء الحوض المورود هذا الحوض ترد عليه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قولا لا نسبا وعملا لا نسبا يعني ما تكون أنت بتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل مش مجرد بالنسب بس أن يبتقطك فيها مسلم لا لا بد أن تكون بتقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بتشوف السنة إيه وتعملها وتهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به في الحالة دي بتروح تشرب من الحوض المورود وبيقف عند الحوض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ويشرب منه الناس شربة هنيئة لا يزمأوا بعدها الشارب أبدا ومنهم من الناس من يسقيه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومنهم من يسقيه زنورين عثمان بن عفان ومنهم من يسقيه فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنهم من يسقيه الصديق أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة و منهم من يجد الإناء يرفع إلى فمه دون أن يرى حاملة فيتعجب و يتساءل من الذي يسقيني فيسمع النداء و سقاهم ربهم شرابا طهورا هذا من فضل الله عز وجل يوم الحساب الميزان و الحساب الذي ينتظرنا و ينبغي أن نغتنم مواسم الطعاط التي نحيا فيها في هذه الأيام حتى نثقل ميزان حسناتنا النبي صلى الله عليه و سلم يقول ما منكم من عبد إلا و يحاسبه الله رب العالمين يخلو كل عبد بربه كما يخلو بالبدر ليلة التمام ليس بينه و بين ربه حجاب ولا ترجمان فيقول له رب العزة يا عبدي فعلت كذا و كذا و كذا أما علمت أني كنت رقيبا عليك أتدرون ما النتيجة أحد أمرين إما أن يكون العبد من الذين قال فيهم رب العزة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فيقول له رب العالمين يا عبدي سترتها عليك في الدنيا و أنا اليوم أغفرها لك في الآخرة فيؤمر به إلى الجنة و إما أن يكون العبد و العياذ بالله من الذين هم عن ربهم يومئذ لمحجوبون و وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة فيسمع النداء خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه و بعد الحساب ينصب الميزان هناك ميزان و هناك قسط و القسط في اللغة العربية هو أعدل أنواع الموازين على الإطلاق انظروا إلى ميزان الزهب يوضع في مكان مغلف بالزجاج حتى لا يتأثر بالهواء إذا أردت أن تعرف دقة الميزان عند الله يوم القيامة فاقرأ قول الحق سبحانه و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا و إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها و كفى بنا حاسبين ما الذي يسقل الميزان؟ الزكر الزكر الله عز وجل تملأ الميزان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان و الحمد لله تملأ الميزان نأخذ اتصال من الأخت و و فاء و بعدين نكمل إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم و يبدو أن الخط تقطع طيب حاول التصل ثاني و دم و فاء إن شاء الله إذن ذكر الله عز وجل يثقل الميزان الطهور شطر الإيمان و الحمد لله تملأ الميزان و سبحان الله تملأ ما بين السماء و الأرض كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم ينقسم الناس عند الميزان إلى ثلاث فئات فئة ثقل ميزانها بالحسنات فأولئك هم المفلحون و فئة خف ميزانها من الحسنات و امتلأ بالمعاصي و الموبقات فأولئك هم الخاصرون فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية و أما من خفت موازينه فأمه هاوية و ما أدراك ما هي نار حامية و هناك فئة ثالثة تتساوى عسناتهم مع سيئاتهم فيوقفون على جبل أو سور بين الجنة و النار يقال له جبل الأعراف و باسمه سميت سورة الأعراف و يظلون واقفين في فزع و ظعر و هلع ينتظرون حتى يقضي الله بين جميع العباد و الخلائق ثم يتغمدهم الله برحمته و يدخلهم الجنة بفضله و كرمه هناك فئات من الناس تدخل الجنة بغير حساب من هؤلاء أولا الصابرون على البلاء إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب و النبي صلى الله عليه و سلم يقول فيما يرويه عن رب العزة أنه قال جل وعلا إذا ابتليت عبدي في جسده أو ماله أو ولده فصبر وحمدني استحييت منه يوم القيامة فلم أنصب له ميزانا ولا ديوانا و قلت يا ملائكتي أدخلوه الجنة بغير حساب و عزتي وجلالي لا أحب عبدا و أريد أن أرحمه حتى أوفيه بكل سيئة عملها سقما في جسده أو اقتارا في عيشه أو تضييقا في رزقه حتى أبلغ منه مثاقيل الزر فإن بقيت له سيئة بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه ناخد اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله أهلا يا فندم اتفضلي بقول له حضرتك بعد إذنك عايزة أعرف الكفن الشرعي حضرتك لسيدة بأنظامه أي يعني حضرتك الله وربنا يبارك في حضرتك فضالي شكرا جزيلا من المعلوم أن كفن المرأة يختلف عن كفن الرجل الأخت الكريمة بتسأل عن طبيعة الكفن الكفن الشرعي بيكون من القماش الأبيض يفضل أن احنا ما نجيبش ألوان ولا حتى في السطرة الخارجية القماش أبيض المرأة تلف فيه خمس طبقات أما الرجل يلف فيه سلاس طبقات وبعد كده بيكون أطول من الرأس وأطول من القدمين يعني الكفن للرجل والمرأة من فوق الرأس بشبر إلى ما تحت القدمين بشبر لذلك لما نيجي نقطع الكفن يستحب أن احنا نقطع وماش من العريض اللي هو عرض متر ونص عرض مية وخمسين بحيث أن احنا ما نحتاجش أن احنا نخيط أو يعني إيه ندخل ساوبين في بعض بحيث أنه هو يكون ساتر إذن هيكون سلاس طبقات للرجل وخمس طبقات للمرأة ويكون من فوق الرأس بشبر إلى ما تحت القدمين بشبر وبعد ما نلف الطبقات بنربط بالأربطة والأربطة تكون فردية الأربطة بتكون فردية إما سلاس أو خمس أو سابع أو بحسب ما يحتاج الجسم وكما ذكرنا الكفن للرجل والمرأة من فوق الرأس بشبر إلى ما تحت القدمين بشبر لأننا بالموت أصبحنا عورة لا ينظر إلينا إلا لضرورة نسأل الله أن يحسن لنا ولكل مسلم الختام ناخد اتصال من المدام مننا السلام عليكم السلام عليكم يبدو أن الاتصال القطع إذن بنتحدث عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب وذكرنا أول صنف أهل البلاء اللي بيصبروا على البلاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن رب العزة أنه قال إذا مرض عبدي فلم يشكني إلى عواده يعني إلى زواره أفضيته إلى إحدى سنتين إن شفيته برئة من مرضه ولا زنبله وإن قبضته فإلى جنتي ومستقر رحمتي يعني بغير حساب لذلك أهل العافية يودون يوم القيامة لو قرضت أجسادهم بالمقارض في الدنيا حتى يدخل الجنة بغير حساب مثل أهل البلاء الذين صبروا على البلاء فأدخلهم الله الجنة بغير حساب كمان عندنا الفائزين في شهر رمضان لأن إحنا قلنا إن شهر رمضان فيه مسابقة زهبية يفوز فيها كل يوم سبعون ألفا من المسلمين يفوزوا بإيه؟ بدخول الجنة بلا سابقة عذاب ولا مناقشة حساب ربنا سبحانه وتعالى بيكون راضي عنهم بيكونوا من الفائزين في شهر رمضان معنا اتصال أستاذ محمد السلام عليكم السلام عليكم يبدو أن فيه مشكلة في الاتصالات إذن هناك أصناف يدخلون الجنة بغير حساب منهم كذلك قوام الليل بس من في قوام الليل اللي بيحافظوا على قيام الليل يعني قيام رمضان واحده ما يكفيش لا إحنا عايزين نتخذ من قيام رمضان شحنة إيمانية لأن إحنا نحافظ على القيام بعد رمضان لأن قيام الليل شرف المؤمن كما جاء في الحديث إذن قوام الليل اللي بيحافظ على قيام الليل كل ليلة حتى لو ركعتين فقط أنا أقول لكش إصهر طول الليل من العشة للفجر مع المصحف والمحراب لكن لو حفظت على ركعتين في جو في الليل بس كل ليلة أصبحت من قوام الليل والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته وصلى يا ركعتين ركعتين فقط كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات طب لازم أكرأ في الركعتين بطوال الصور بقى أكرأ البقرة وقال عمران والنساء لا ممكن في كل ركعة خمس آيات يعني عشر آيات في الركعتين الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له قنطار في الجنة والقنطار خير من الدنيا وما فيها وورد عن السيدة عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد في قيام الليل في رمضان ولا غير رمضان عن إحدى عشرة ركعة دا كان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم طيب قوام الليل بيدخل الجنة بغير حساب إزاي إذا جمع الله الأولين والآخرين في ساحة العرض على الله يوم القيام نادى منادم من قبل الله أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجة يعني الذين كانوا يتركون الفراشة بالليل ليقوموا بين يدي الله ساجدين وقائمين وراكعين فيقومون وهم قليل عددهم قليل لأن قليل من الناس اللي بيصهر مع قيام الليل مش معنى كده إن الناس كلها بتنام بدري فيه اللي بيصهر مع مواقع التواصل الاجتماعي أو بيصهر أمام القنوات الفضائية يقلب من قناة لقناة أو كان زمان قبل وباء الكورونا اللي بيصهر على المقاهي أو في الملاهي الليلية أو ما شابه ذلك أعزكم الله أو حانات الخمر أو موائد الميسر والعياذ بالله لكن اللي بيصهر مع المصحف مع المحراب يصهر بين يدي الله ساجدا وقائمة هم دول الصفوة أهل الله وخاصته اللي ربنا بيصطفيهم واللي بيطيع ربنا يوم ربنا يمنحوا الشرف ده لذلك بنقول فيقومون وهم قليل فيؤمروا بهم إلى الجنة بغير حساب ثم يؤمروا بسائر الناس إلى الحساب فيقولوا بعض الناس أين فلان وفلان أشخاص كنا نراهم معنا في الدنيا ولا نراهم على أرض المحشر يوم الفزع الأكبر فيقول رب العزة لقد عبدوني سرة فأدخلتهم الجنة سرة نأخذ التصال مدام مننا السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا بحضرتك يا فانت وحضرتك بكامل الصحة والعافية أتفضل يا فانت أعيز أعرف علامات ليلة القادر وعايز أعرف ليلة القادر يعني عبارة عن إيه يعني الملائكة ما بينزلوا إحنا بنشوفهم ولا عبارة عن إيه أنا بعض يعني بعض أسبح لربنا وقلدوا في السنة عائسة اللهم أنك عفوك أنك حب العفو صعفو عليك في العسر الأواخر بس أنا مش عارف علامتها إيه والملائكة عن شوفهم ولا مثلهم سوفهم حاضر حاضر اتفضلي ليلة القادر أولا من علاماتها أن السماء تكون صافية بلجة طلقة سمحة يعني الجو فيها معتدل لا بيكون حر ولا بيكون برد إذا ظهر فيها القمر بيكون على شكل نصف جفنة أو نصف قصعة لا يرمى فيها بكوكب أو نجم إلا من خاطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب المنظر ده ما ينفعش نشوفه في ليلة القادر لأنه ما فيه الشياطين طيب عندنا من علامات ليلة القدر كذلك أن الشمس تطلع بيضاء مش ميلة للصفرة وحرارتها هادية بحيث أنها تحتمل يستطيع النظر أن ينظر إليها وبيكون جوها معتدل ومريح مش شديد الحرارة ده التاني يوم كمان من علامات ليلة القدر ومن أمارات ليلة القدر أن ليلة القدر الإنسان بيشعر فيها بارتياح نفسي لأنه بيكون فيها حالة من الزكر لكن كون أن أنت تشوفي نور في السماء أو حاجات من دي ممكن تظهر مع البعض ولا تظهر مع البعض الأخ هنكمل بس ما ناخد اتصال من أم محمد السلام عليكم أيها السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك تفضلي دكتور ممكن أسأل سؤال تحت أمرك تفضلي أنا لدي حماية قاعد معي في البيت بيتكلم عليها كلام وحش خالصوبي بتزين حضر حاضر هنقولك تتعامل زي شاء الله تفضلي نكمل الأول الحديث عن ليلة القدر لأن الأخت الكريمة بتقول أن أعيز أعرف ليلة القدر دي إيه أولا هي ليلة القدر لها منزلة عظيمة زي ما جاء في القرآن ليلة القدر خير من ألف شهر يعني العبادة فيها خير من ألف شهر ورسوه السلام قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ووفر له ما تقدم من زنبه وطبعا هي ليه اسمها ليلة القدر لأسباب كثيرة هنذكر منهم ثلاث أسباب كده سريعا السبب الأول أن القدر هو الشأن والمنزلة العظيمة وزي ما قلنا الليلة دي فيها لها قدر عظيم وكانت بداية منزلتها الكبيرة أن نزل فيها القرآن زي ما احنا وضحنا أن كل الكتب السماوية نزلت في شهر رمضان في أول ليلة من لياليه نزلت صحف إبراهيم ولست منه نزلت طورات موسى ولثلاث عشرة ليلة انخلت منه نزل إنجيل عيسى ولثلاث عشرة ليلة انخلت منه نزل زبور داود وفي إحدى الليالي العشر الأخيرة اللي هي ليلة القدر نزل القرآن الكريم جملة واحد ليس إلى الأرض ولكن إلى السماء الدنيا حيث استقر في بيت العزة ثم كان ينزل بعد ذلك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منجما بحسب الوقائع حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم إذن الليلة دي خدت المنزلة العظيمة منها من إن نزل فيها القرآن طيب هل هي سبتة؟ لا أغلب أهل العلم بيقولوا على إن هي بتتحرك بعد كده لكن هي موجودة في العشر الأواخر من رمضان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر وبالأخص في الليالي الفردية ولما نقول الليالي الفردية يعني 21, 23, 25, 27, 29 بنأكد برضو على إن في حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم تحروها في السبع الأواخر من رمضان وفيه البعض قال الأرجح إنها تكون ليلة 27 لأن كلمة هي في سورة القدرة هي دي الضمير عائد على ليلة القدر ترتيبه في وسط التلاتين كلمة بتوع السورة ترتيبه السبع وعشرين إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فلما نجي نعد كلمات كلمات السورة تلاتين كلمة كلمة هي اللي هي الضمير العائد على ليلة القدر هي الكلمة رقم 27 وفيه قول أيضا راجح إن هي تكون ليلة 29 لأن فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أنا رأيت في المنام ليلة القدر إن أنا أسجد على ماء وطين ولما كانت ليلة 29 المسلمين قالوا إن نزل مطر غزير على التراب اللي كانوا بيصلوا عليه فوجدوا إنهم بيسجدهم على ماء وطين وتحققت فيها الرؤية والله تعالى أعلم وأعلم ولكن هي من الأمور التي أخفيت عن البشر من أجل الاجتهاد في العبادة زي ساعة الإجابة ليلة الجمعة وزي الصلاة الوسطى وزي اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب فليلة القدر يعني أخفيت من أجل الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر طيب هنأخذ الاتصال من أم إسلام وبعد كده هنرد على الأخت الأخرى السلام عليكم مع حضرتكم عليكم السلام أهلاً عليكم أفضل هستنى على التليفون يعني لا تفضل يا فندم سمعك أيوة سلام عليكم عليكم السلام أهلاً وسهلاً أيوة أنا أيوة أمو إسلام اتفضلي موشيخ بيكلم حد لا لا تفضلي مع حضرتك أيوة أمو أقول لحضرتك أنا كنت تعبانة وخدت حبوب والفجر في يد أهلاً في يومي ما فيه ولا إيه أنا عايز أسألك قبل ما تقفلي يعني خدت الحبوب قبل الفجر ولا بعد الأذان ما ترفعها لا والأذان بيأذن الأذان بيأذن لا يعني كنت بتخديها والأذان في أوله ولا بعد الأذان ما انطلق أنا خدتها وخلصت والأذان لسه بيأذن برد طيب تمام شكراً فضلي حاضر شكراً أجاوبك إن شاء الله نرجع للأخت السابقة كانت بتشكو من أن حماها اللي هو والد زوجها فيه خلافات أو بيذكرها بسوء أو بيتحدث في حقها بطريقة غير لائقة أولاً اعرفي أن لو حد جاب بسرتك زوراً وبهتاناً وظلماً أنت بتاخدي من حسناته يعني أنت اللي كسبانا يعني أنت كده بتاخدي من حسناته ولو عندك سيئات هو هياخد من السيئات بتاعتك فإذا هو اللي بيخسر وانت كسبانا لأنه كده بيكون ظلمك وهو يبقى مفلس يوم القيامة لأن انت اعتخدي من حسناته ده الأمر الأول الأمر الثاني أن دايماً القرآن علمنا أن احنا نعامل الناس بالحسنة ما نقبلش السيئة بالسيئة يعني ادفع باللتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني إذا عملنا الناس بالحسنة ممكن العدو ينقلب إلى حبيب لكن والعياذ بالله إذا كنت بتلاقي إن منه تصرفات غير طبيعية فيبقى الهاجر أولى وأهم حاجة عندك زوجك لأن انت حتحاسبي على طاعة الزوج وليس والد الزوج ناخد اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها سيدنا الشيخ أهلا بي حضرتك بالصحة والعب أنا ليس سؤالين عند حضرتك تحت أول أول أنا أستقفل لي كلا الشمال كان عليها ورام خديث شفاك الله وعفاك ألا يخليك وبعدين خربت من شغلي بقرار عجز برجل الشمال وبعدين الدكتور بيقول لي ما تصميش بتاع الهاز الهضمي بقول لي ما تصميش لأن انت مريض القلب ومريض الكلة ومريض الضغط أنا طبعا ما تصمت شوالة يوم لكن بفضل صايم الغاكي ساعة خمسة وبعد كده بيأكل فاديكين الضغط فلاقي نفسي أن أنا ضيخة هل أنا أحط بقى مبلغ كام على على استطار بتاعي حاضر يا فندي حاضر ناس الله عزيما وبركاته عزيما شفيك واشفي مرضى المسلمين جميعا إن شاء الله حاضر رب أنا بارك فيك يا رب حضر السؤال الثاني أنا بنتي يتوفر وكانت كانت في أزمى أبل ما أبل ما أسعب تأخذها تجد تحامل في جنة الحلد إن شاء الله وبعدين كانت التفل كانت بطناء صاحي وبعدين ثابت لي تفل عمر أنا وبعدين رح ما لحيتش رحناها بالتشفى رح تفل أبل ما ماتت وبعدين لقيت في البطناء طفل وكانت طفل صاحي وبعدين لقيت جزحة يقول لي بعد 15 يوم بعدين كان طاحي وبكثرة عالوية أنا وانا أقول لهم لا ما تنزل حبوة حبوة أصبح كثرة عن الشيء يعني يعني رب سي ففي هذه عندما كانت يقول لها أنت أنت كانت صعب و أب أب قلبي قلبي وقلبي انت يقول لهم نزل حبوة حبوة حماء ومن الذي صببته طفل ونزل الطرف شكراً أنا حسن أن أنا نزلتها نزلتها الإسعاف وهي نزلتها إن شاء الله سبقتك إلى الجنة بإذن الله تفقالي بالخير بإذن الله أبدا بإذن الله هرد على حضرتك إن شاء الله شكراً بالنسبة لسؤال الأخت السابقة هي كانت بتتعاطى الدواء والفجر أزن في حقيقة الأمر إحنا دايماً بنحب نقول إن القرآن قال لنا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيامة إلى الليل لو إن هي كانت بتبدأ تاخد الدواء وبتبلعه وفجأة رفع عليها الأزان الصيام صحيح وما فيش فيها أي مشكلة لكن مع مراعاة فروق التوقيت لإن أن هي أخدته بعد أزان الفجر هيبقى عليها القضاء وإن ما يدريش تقضي لسبب مرضي هيبقى عليها فدية طيب بالنسبة للأخت التانية السائلة هنرد عليها بس أما ناخد اتصال من أبو إسلام من الفيوم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام أهلاً وسهلاً تفضل يا أبو إسلام أهلاً بيك كنت بكامل الصحة والعافية سؤال بس يا شيخ بالنسبة للمرأة في خروجها إلى المقابر يعني الأب متوفي ولكن كل أسبوع هل علم الموضوع العادة يطلعوه كل أسبوع أو كل 15 يوم يومين بزر المقابر حاضر 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 يا أبو إسلام هل ده يجوز حضرتك لدعاء لي في البيت مثلاً هرد على حضرتك حالاً هرد على حضرتك حالاً إن شاء الله تفضل شكراً تفضل نرجع لأسئلة الأخت السابقة طبعاً هي كان لها سؤالين السؤال الأول هي مريضة ناس أقول لها أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين أجمعين وكان الأطباء رخصوا لها بالفطر إذن هي عليها الفطر لأنها لو صامت وضرت نفسها تبقى آسمة وما فيش داعي أن هي تمسك وتصوم للساعة خمسة أو للساعة أربعة أو تصوم نصف اليوم لكن مدام هي مريضة بمرض مزمن وما تقدرش تقضي الصيام هيبقى عليها الفدية عن كل يوم إطعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين وزي ما ذكرنا أن الفدية بتقدر بنصف صاع من أغلب قوة البلدة أو تقدر بإطعام يوم كامل لمسكين عن كل يوم ودار الإفتاء المصرية حددت الفدية نقداً بعشرة جنيهات حد أدنى عن كل يوم أفطره الصائم بعزر في شهر رمضان يعني ممكن لو هتخرج فلوس أقل حاجة عشرة جنيه قدرت تزويدي زويدي عن كل يوم يعني الثلاثين يوم هيكونهم بتلتمية جنيه يا إما تطعم الفقير إطعام كامل هنجاوب على السؤال الثاني بس لما ناخد اتصال من الأستاذ وائل من ضمياطة السلام عليكم عليكم والسلام أهلاً وسهلاً أهلاً أستاذ وائل وأنتم كامل الصحة والعافية تفضل الوقت قالني سياد في عزة البورج تمام تمام وبعدين شفت بالليل يوم الأربع يوم الأربع زبع رمضان طبع رمضان يوم الأربع شفت بقى قبل العشقة بداية كده شفت نجن نجن اللجوم يجري 15 نجمة اه في مياد الغرب اه شفت بكلهم متصففين مع بعض وبعدين استغربت فقولت ده المتصففين كلهم مع بعض جدال فالأمر تنفقني يعني احنا طبعاً بينسير في البحر في الماركب تمام تمام فالنجمة ده راح معدول كلهم على بعض بالمتظام حتى ندحت للبحرية اللي معاية اللجمي مش يقوله مع بعض وما فيش حد يزعدت تاني يجي في الأمر ويختفي ده كان ليلة كام يا أستاذ وائل كان ليلة كام في رمضان قلنا يوم الأربع تقريبا يوم سبع رمضان تمام يعني ده أول مرة نفبح جديد في البحر تمام شكرا جزيلا شكرا طبعا سؤال أستاذ وائل أن بعض الأمور بتظهر في السماء زي ما احنا عارفين أن السماء لها أبواب وأن الأبواب أحيانا بتفتح وأحيانا بتظهر ملائكة والملائكة بتظهر على هيئة نور والنور ده ممكن يظهر بعض اللحظات ثم يزول وذكرنا قبل كده أن أحد الصحابة هو بيقرأ القرآن حس أن فيه نور بيتطفى وينور جنبه ولما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قاله أن فيه ملائكة نزلت تسمع القرآن وذكرنا قبل كده برضو أن لما فيه صحابة من الصحابة مات ونزل يشيعه سبعين ألف ملك من الملائكة الأرض كانت مضيئة جدا والرسول صلى الله عليه وسلم سأل جبريل ما لأرى الشمس طلعت اليوم بيضاء بضياء وشواع ونور لم أرىها طلعت بمثله فيما مضى قال له ده فلان نزل سبعين ألف ملك عشان يشيعوه ولما سأله كيف بلغ هذه المكانة قال كان يكثر من قراءة كله والله أحد بالليل والنهار في ممشاه وقيامه وقعوده ناخد اتصال من الأخت ياسمين السلام عليكم فضال يا فند لو سمحت أنا جوزي يعني جوزت وأنا ما كنتش عارف أنه هو يعني مريض أيوه بس هو يعني مريض وكان بيخبط دواء بطيعه في الدولاب والدواء دواء أصلا ما عرفش يعني اللي هو كان بتاع دواء مخ وعصاب وحاجات زي كده يعني للمخ ذات نفسه أيوه واللي هو بيجيبه من عيادة نفسية تمام وأهلهم على الناش تمام دلوقتي بفضلوا يعملوا مشكلة وحوارات وبعد كده ماشي من البيت وارجعت تاني عشان خطر أنا أحمل يعني الماشي وأنا كنت أحمل وأنا ما كنتش أعرف برضو اللي أنا كنت أحمل بس دلوقتي هم كل شوية بيوجهوني لنا التهامل لأنت كل حاجة أنت السبب فيها يعني أي حاجة بجوز أنت اللي بوصيها وأنا مش مع بوصيش حاجة يعني هي الحاجة بيكون باضط أو هو مثلا هو بيخشه في زماغه هم فاهمين له يعني أهله فاهمين لبناغه عشان هو عنده حتة من فصام يعني أيوه حاضر والحدث دلوقتي هو لما حب يوديني للتكتور قال لي التكتور ده أنا هاخدث ليه ووديني للتكتور بتاعي والتكتور قال لي هو يعني محدش يتائل عليه في مصاريف زيت طب يعني انت طب انت يا ابني هم عارفين اللي انت المصاريف بيعت الجدي حاجة كيلة وزي كده طب ليه يا ابني تجوزت من الأول دلوقتي أنا حامل طب أنا همشي هو كلما يجي هقول له يا محمد معلش يعني بالمعروف والفاسنة أحسن حاضر تمام عشان خاطر أنا مش عايزة شيل زنبك يعني بتاع اللي عشان خاطر هو مريض نفسيا ودي حاجة بتتعفه هو جامد طيب لما لقيته رجع لحالة الشخصية يعني طبعية يا ابني طب نمشي بس بالمعروف بالفاسنة يا عم خد الحاجة اللي انت عايزة كلها في البيت يعني وخلاص عخلينا البنت دي تيجي وتروح عن لينا انا وانت بالفاسنة لقيت اللي الزعل ومرة واحدة تغير بقى شخص تاني فأنا مش عارفة اللي انا هتعامل معاهم لو مشيت بممكن يقطع شرعين ايدو لو اه لو انا وجهتها له مرة واحدة بقى بالمشيان هم انت فهمني؟ ايو ماشي حاضر فضل مع معلش لا حاضر شكران فضل طبعا هجاوب حضرتك فورا الاولا انت لو صبرتي على هذا الازى وهذا الدرر هتوقجري هتوقجري من الله اجر عظيم واحنا ننصحك ان انت تصبري لكن الزوج عنده جزء من الخطأ انه كان لابد يكون صريح معك وكان يفصح لك ما كانش يخفي الدواء ولا يخفي علته المرضية لان الزواج ميساق غليظ لابد ان يبنى على الوضوح التام لابد اذا كان في اي مشكلة عند احد الزوجين يظهرها للاخر القرآن الكريم سمى الزواج بالميساق الغليظ يعني منفعش يتخلله اي شائبة من غموط وكيف وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميساقا غليظة اذا ما كانش ينفع يكون فيه غموط هي الغلطة اللي عند الزوج لكن بالنسبة لموقفك انت هتقجري وتسابي من الله عز وجل وحتى لو كانت بيقع بعض الازى من الزوج اي يوم امرأة صبرت على ازى زوجها بنى الله لها قصرا في الجنة او بيتا في الجنة فهتقجري وربنا هيسقي الميزان حسناتك والافضل ان انت تصبري وندعو لزوجك بالشفاء ان شاء الله اما بالنسبة للسؤال السابق الاخت اللي كانت بتقول ان بنتها هي حزينة لان بنتها كانت حامل وماتت وهي تلت احنا بنبشرها بشرة طيبة جدا ان هذه المرأة التي ماتت وفي بطنها مولود او ماتت في فترة الحمل او فترة النفاس او ما شابه ذلك هي شهيدة عند الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جلس بين اصحابه وقال ما تعدون الشهيدة فيكم قالوا من مات في سبيل الله او من قتل في سبيل الله قال اذا شهداء امتي قليل ولكن الحريق شهيد والغريق شهيد والشريق شهيد والمطعون شهيد والمطون شهيد وصاحب الهدم شهيد والمرأة تموت من جمع شهيدة وقال نبي صلى الله عليه وسلم ايوم مرأة قتلها وليدها جمعاء يعني ماتت بسبب الحمل او الولادة او النفاس فهي عند الله شهيدة وتأتي يوم القيامة يجرها وليدها بسراره الى الجنة يعني الابن المولود يجرها بسراره الى الجنة وفي رواية حتى في الاجهاد ان السقط يعني لو انسان سقط من الحمل دون قصد ودون ارادة ان السقط لا يناجي ربه فيأمره الله بدخول الجنة فيأبى ان يدخل الا بوالديه فهذه بشرة طيبة لمن ابتلي بهذا الابتلاء احنا نعود الى الحديث عن الحساب يوم القيامة وذكرنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين اصحابه ذات يوم فابتسم قالوا ما يضحكك يا رسول الله قال رأيت ربي وقد وقف بين يديه عبدان فقال الاول يا رب ان عبدك هذا ظلمني فقال له رب العزة وماذا تريد قال خذ لي بحقي منه قال ما يرضيك قال ان اخذ من حسناته فقال له رب العزة ليس لديه حسنة واحدة كي تأخذها قال اذا فليطرح عليه من سيئاتي فقال له رب العالمين او يرضيك ان تكون لك سيئة لقد غفرت لك جميع ذنوبك وسيئاتك قال اذا يا رب كيف اخذ بحقي منه قال انظر عن يمينك فنظر عن يمينه فاذا به يرى قصور الجنة وانهار الجنة ونعيم الجنة قال لمن هذا يا رب قال لمن يملك الثمن قال هما الثمن قال ان تعفو عن صاحبك قال عفوت عنه يا رب قال فخذ بياد اخيك وادخل الجنة فقد غفرت لكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعجبت لرب يصلح بين عباده ان رجلين يأتيان يوم القيامة ويلتقيان فيقول أحدهما للآخر كيف حالك مع الله فيقول له ميزان حسناتي متوقف على حسنة واحدة كي أدخل الجنة يعني نائسني حسنة واحدة علشان أدخل الجنة وكيف حالك أنت مع الله فيقول له الأول لم أجد في ميزان حسناتي إلا حسنة واحدة خذ حسناتي إلى حسناتك وادخل بها الجنة فأنا داخل للنار لا محالة فبدلا من أن ندخل النار معا فدعني أدخل النار وادخل أنت الجنة فيسمعه رب العزة فيقول له أتجود وأنا الجواد خذ بيد أخيك وادخل الجنة معا فقد غفرت لكما إن للفقراء دولة إذا كان يوم الحشر وجمع الله الأولين والآخرين قال الله رب العزة للفقراء انظروا إلى عباد هؤلاء في أرض المحشر فمن كان منهم قد تصدق عليكم بصدقة في الدنيا فخذوا بيده إلى الجنة فقد شفعتكم اليوم فيه يؤتى برجل يوم القيامة فيحاسبه الله فلا يجد في ميزان أعماله ما يدخله الجنة نكمل الحديث بعد ما ناخد اتصال من أبو إسلام السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا تفضل يا دكتور أنا قلت لحبتك على سؤالي وحبتك بجرد كميش طب تفضل معلش يقوله تاني يمكن أن ننسيه لا معكم بس المرأة في الخروج للمحر شكرا شكرا زيارة الكبور فضل زيارة الكبور حاضر فضل شكرا جزيلا أعتذر للنسياء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات الكبور أولا عايزين نقول زوارات غير زائرات يعني ايه زوارات ويعني ايه زائرات الزائرات اللي بتزور زيارة متباعدة لكن اللي زيارة دورية وتواظب عليها وبكثرة زي الزيارة الأسبوعية اللي لابد منها فده طبعا داخل في كلمة زوارات لعن الله زوارات الكبور لما تلتزم بعادة معينة أني لازم كل خميس أو كل جمعة وتروحي وقدام الناس وتروحي المقابر وممكن تبكي أو تنوحي وإن النائحة تبعث يوم القيامة وفمها ينفث لهبا وطبعا ربنا قال ألهاكم التكاثر حتى زورتم المقابر والرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها هي مباحة ومشروعة للتذكرة وأخذ العبرة ولكن للرجال أما المرأة فبقدر لا تكثر من الزيارة ولا تحدد زيارة دورية ناخد اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا تفضل أهلا بيكم سيد محمد أهلا الله يحفظ لك بصيح شيخ أنا كنت جوزت من السنة تقريبا كان زوجتي شوية بتسمع الكلام موطيع وكلام زي كده الفترة الأخيرة اللي تقريبا بريت يعني أقول لك حاجة بنتسمعش كلام زي كده تمام فحضركم هي بتسمعك دلوقات ممكن لو تقول لها نصيحة حاجة زي كده لفضعة الزوجة أو كده حاضر تفضل احنا طبعا بنقول لأختنا الكريمة زوجة الأخ المتصل ولكل أخت من الأخوات المسلمات أن ربنا بيقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله يعني إيه قانتات المرأة الصالحة بتوصف بأنها قانتات يعني مطيعات لأزواجهن والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول المرأة إذا صلت خمسها الفروض الخمسة وصامت شهرها شهر رمضان وحافظت فرجها حفظا عن العفة والطهارة وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت بالإضافة لأن فيه رجل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أي الناس أعظم حقا على الرجل قال أمه قال فأي الناس أعظم حقا على المرأة هنا لم يقل أمها أو أبوها إنما قال زوجها وجاءت امرأة تسمى أسماء بنت عميس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرة النساء والرجال وقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك هذا الجهاد في سبيل الله شرع للرجال فإن أصيبوا أثيبوا وإن قتلوا كانوا شهداء أحياء عند ربهم يرزقون ولكننا معشر النساء حرمنا منهم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بلغي عني من لقيت من النساء أن طاعة للزوج واعترافا بقدره تعدل ذلك كله وقليل من كنا يفعلنا يعني قليل من النساء اللي بيقدر يعمل الجهاد في سبيل الله فالجهاد المرأة هو طاعة زوجها واعترافها بقدره وحقه نأخذ الاتصال من الأستاذ محمد من كفر الشيخ السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وصلاح الله وبركاته أهلا وسهلا تفضل يا فأنت لو سمحت بعد ذلك نحضر لك وضيت الشياء حكم صلاة المريض اللي ما يضمنش الطهارة للملابس ولا الجسد يعني أنه هو يضمن 100% كده اللي يضم طهره وجسد وطاهر يعني مش حاضر حاضر فضل هو طبعا واضح من السؤال أن الأخ الكريم بيسأل عن المريض بسلس البول مثلا أو انفلات الغائط أو ما شابه ذلك أعزكم الله ونسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين ربنا بيقول في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهه عليه الشيء الخارج عن الإرادة لكن الإنسان اللي عارف أنه عنده سلس بول أو الانفلات في الغائط أو ما شابه ذلك أو الأخت اللي عندها استحاضة بصفة دايما وما تقدرش تواصب على أو تحافظ على النظافة والطهارة بتعمل إيه؟ في خطوات معينة لازم أنه هو يعملها المريض وبعد كده القبول من الله مضمون بإذن الله أول حاجة أنه هو بيصلي كل صلة بوضوء جديد يعني ما ينفعش يجمع صلاطين بوضوء واحد رقم اثنين أنه هو ما يتوضاش إلا بعد الأزان يعني بعد دخول الوقت ما ينفعش مثلا يبقى لسه عن العصر أو المغرب عشر دايق أو خمس دايق وتوضى لا بعد الأزان عشان يبقى دخل الوقت النقطة اللي بعد كده أنه بعد ما يتوضه يحكم المكان اللي ممكن تخرج منه النجاسة بقطعة من القماش أو حفاظة أو ما شابه ذلك بحيث أنه يمنع وصول النجاسة إلى الثوبة ويصلي حتى لو هو في الصلاة وشعر بنزول أي شيء منه الصلاة مقبولة عند الله إن شاء الله ولا يقطع صلاته لأن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبة وربنا سبحانه وتعالى إدى رخصة وقال ليس على المريض حرج يؤتى برجل يوم القيامة فيحاسبه الله فلا يجد في ميزان أعماله ما يدخله الجنة فيؤمر به إلى النار وبينما هو يساق إلى النار إذ يرى في أرض المحشر رجلا من أهل الجنة كان قد سقاه في الدنيا ذات مرة فيقول له يا فلان أما تعرفني أنا الذي سقيتك في الدنيا شربة ماء فيقول هذا الرجل يا رب إن عبدك هذا سقاني في الدنيا شربة ماء ما بيقولش أكتر من كده لأنه ما يقدرش يملك الشفاعة أو يطلب حاجة لكن بيقول يا رب عبدك ده سقاني في الدنيا شربة ماء فيقول له رب العزة إذن فخذ بيده إلى الجنة فقد شفعتك اليوم فيه شربة ماء شق طمرة ممكن تغير مجرى الإنسان من النار إلى الجنة بإذن الله ناخد اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحبا الله برسال تفضل يا فانت لا سمعت يا شيخ أنا معي ابن متورسة عند 12 سنة ابن متكهرب من 8 من الشهور في جنة الخلد إن شاء الله وأنا جلب محروف جوا عليها ومشتاجة الدنيا من غير يعني ليس كدر عيش من غير لون يهربتك ومشتاجة الحياة من بعدين حاضر تفضلي مستاجة الحياة من بعدين فهان هو كده يعني أنا جانا هيدخل للجنة أكيد طبعا أكيد طبعا حرد عليك مهما تكون جنوبي يعني لا أنا هقولك الوقت إن شاء الله تفضلي طيب أنا بزوره كل أسبوع يا شيخ بزوره كل أسبوع كله مجمع لما أقدرسي ما أروح لهش ألازم أروح المكان اللي هو أفيه حرد عليك برضو هرد على حضرتك حاضر تفضلي ماشي شكرا تفضلي ناخد اتصال آخر من أم أحمد السلام عليكم عليكم السلام تفضلي أم أحمد عليكم السلام أيها فانتم تفضلي أهلا بيك الله يبارك لك يا رب منتضلك ماشي أنا مع حضرتك أبوي متوفي بقاله حالة ثلاثين عليه رحمة الله الله يبارك لك فجي كتب كتب كل حاجة باسم أخي ومنع البنات من كل حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله وكتب بقى حاضر حاضر يا فانتم تفضلي شكرا السلام عليكم حفظ الله نرجع للأخت السابقة اللي ابنها متوفة أولا إحنا بنبشرها ببشرى طيبة بس بشرط الصبر والتجلد والتحمل بمعنى إيه لابد إن هي تكون صابرة علشان تاخد الأجر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إذا متى ولد العبد قال الله يا ملائكتي قبضتم ولد عبدي قبضتم فلزة كبده قبضتم ثمرة فؤاده وهو أعلم فيقولون نعم يا رب فيقول رب العزة وماذا فعل وماذا قال فيقولون حمدك واسترجع يعني قال الحمد لله واسترجع يعني قال إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء الله فيقول رب العزة ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد إذن أنت ما تحمد ربنا وتقول إن لله وإنا إليه راجعون يبقى تحفظ لك بيتك في الجنة بإذن الله بس بشرط ما نقولش أن احنا نزنب أو نسخط أو نتدجر لا بد أن احنا نرضى بما قصمه الله ونصبر على ابتلاء الله إن هذا لهو البلاء المبين فقد الولد لما ربنا سبحانه وتعالى صوروا في مشهد إبراهيم وإسماعيل عليه السلام قال إن هذا لهو البلاء المبين إذن الصبر وده إن شاء الله يعني حيكون لك مقعد في الجنة بفضل الله وهو سبقك إلى الجنة وإحنا عارفين الحديث اللي ربنا قال فيه طبعا إذا ابتلأت عبدي في ولده أو جسده أو ماله فصبر وحمدني استحييت منه يوم القيامة فلم أنصب له ميزانا ولا ديوانا وقلت يا ملائكتي أدخلوه الجنة بغير حساب ناخد اتصال السلام عليكم السلام عليكم تفضلي الله يباريك يا شيخ من فضل حضراتك أنا قلت طالح حضراتك في سؤال من دلوقتي بالنسبة لبربي أيتام وعايز أعرف الزكاة بتاع الفروس دوتين تعلهم هم اللي تمنتهم آه لا الزكاة لا تجوز للأصول ولا للفروع ليه بقى لا زكاة المال زكاة المال أيوة أنا عارف ما هي زكاة المال أو زكاة الزروع أو زكاة الرؤوس أو زكاة الفطر كلها طيب أنا بوضح لحضرتك أن الزكاة ما ينفعش أولا المال ده ممكن يكون مالهم ما ينفعش يخرج لهم المال إذا كان زائد على النصاب أو زائد عن الحاجة بيخرج للفقراء والمساكين وإذا كان المال مال حضرتك ما ينفعش تدي الأولادك برضو لأنه يجب عليك نفقتهم مدام فيه استطاعة فهو يخرج وربنا سبحانه وتعالى يعني حيخلف عليك عندما يصل إلى مستحقه إن شاء الله خرجي للفقراء والمساكين ومنهم أضعف منكم وربنا سبحانه وتعالى حيخلف عليك ومن نقص مال من صدقة ناخد اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا اتفضل يا فاندي عندي سؤالين بعد إذن حضرتك تحت أمرك اتفضل السؤال الأول دوقتي مشت من البيت من حوالي يوم ثمانية رمضان بالضبط فبعدها بسبوعين كان فيه موقف كده حصن فأنا ما سقبلتهش يعني طرفت منتصل على تليفونيا وانتلا أنت طالق 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 أي ده السؤال الأول حضرتك حاضر السؤال الثاني عضرتك بكات الفتر كده إن شاء الله أنا ذوقتي وأنا وبنتي زغيرة إن شاء الله كده واللي أعملي يعني إن شاء الله عشان أكفر على اليمين دوت إن شاء الله حاضر عندك بنت واحدة عندك بنت واحدة حاضر ربنا يبارك فيها تفضل شكرا طبعا الأخ الكريم بيسأل عن يمين طالق هو قال لها انت طالق ثلاث مرات هو أولا نسأل الله عز وجل أن يهديها وتعود إلى رجدها وإلى بيتها بعد أن يكفر الزوج عن اليمين هو لو قال ثلاث مرات أو عشر مرات أو مئة مرة بس مدام قالهم مرة واحدة أو دفعة واحدة أو في لحظة واحدة هي طلقة واحدة أهم حاجة إن أنا بقول له إن تكون دي أول مرة أو تاني مرة بس ما تكونش التالتة زي ما ذكرنا قبل كده الطلاق ومرتان مدام دي أول مرة حتى لو قلت لها أنت طالق 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 عشر مرات هي طلقة واحدة وهتكفر عنها وتطعم عشر مساكين أو تصوم ثلاثة أيام بعد رمضان وبعد كده بتراجع زوجتك ومن حقك أن أنت تردها وترجع بس تحفظ لسانك بعد كده من يمين الطلاق ومعودتش تقول أنت طالق تاني علشان ما توقعش في خطأ أو معصور بالنسبة لزكاة الفطر إن شاء الله بعدما زوجتك ترجع بالسلامة أنتو المفروض قبل صلاة العيد تكون خرجت صلاة الفطر عن كونتو الثلاثة عن كل فرض 2 كيلو ونص رز أو حد أدنى 15 جنيه عن كل فرض وإن استطاعت تزود يبقى أفضل ناخد اتصال آخر السلام عليكم أهلا وسهلا تفضل يا فاند أتفضل أهلا بيك هستأذنك توطي التلفزيون وتسمعني بس من التلفون الايه ايو اتفضل انا سامعك اتفضل كده كويس تمام ما فيش حرج عليك وان شاء الله طهرتك صحيحة وصلاتك صحيحة بإذن الله وزي ما قلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وصبرك على هذا البلاء سيرفع درجاتك عند الله عز وجل بإذن الله تفضل معنى سؤال من الأخت اللي كانت بتسأل عن أن أبوها كتب بعض المراس للأخ الزكر وحرم البنات طبعا ده أخطأ خطأ كبير لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالعدل بين الأولاد وقال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم وقد ذكرت أنه حدثني شاب قبل ذلك وقال لقد يعني توفي أبوه منذ فترة قال رأيت أبي في المنام وليتني لم أرى رأيته في صورة مفزعة فرأيته أسود الوجه يلبس ثيابا من قطران بهيم وجسده يقتل بالقار أي بالزفت والعياز بالله ووجدته قادما في ظلمة ومن حوله ظلمة والأدهى والأمر من ذلك أني وجدته أعمى قد صار ضريرا وكان قبل الموت بصيرا قلت له كفى يرحمك الله لا شك أن الشيطان زج بأبيك إلى الوقوع في مظلمة قبل موته فابحث عن الذين تعتقد أن أباك قد ظلمهم وحاول أن ترد إليهم مظالمهم قال إن أبي كان له ولدان وأربع بنات كتب كل تركته لي ولأخي قبل موته وحرم أخواتي الأربعة من إرثه الحق سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ونقول أيضا أمر مهم جدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيحذر من الظلم في المواريس وربنا قال في القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى فإن من أخطر القضايا التي تأن منها المجتمعات خضية حرمان وارث من إرثه أو بعض إرثه فكم من يتامى أكلت أموالهم وكم من بنات وسيدات نهب مراسهم وكم من ضعفاء أنكرت حقوقهم ناخد اتصال من الأخت مريم وبعدين نرجع للتكملة تاني إن شاء الله السلام عليكم عليكم السلام فضل يا فضل بل حضرتك أنها أحلم على طلب نايمة كوابيس وبحث اللي في حاجة مكتفاني وأنا نايمة بحث اللي أنا صحية بس في الأحياء اللي أنا نايمة حاضر فضلي الأخت بتشتكي من الكوابيس في النوم ومن الجاثوم الجاثوم القوة الخفية اللي بتكتفها وهي نايمة دي المصطلح العلمي بتاعها بنسميه الجاثوم وده بيكون نوع من المس الطائف من الشياطين والعياذ بالله فده علاجه بسيط جدا أن أنت بتتوضي قبل ما تنامي وتنامي على طهارة لأن الإنسان إذا توضأ قبل أن ينام بات في شعاره أو في ثيابه بلك كلما تقلب دعا له بالرحمة والمغفرة وقال اللهم اغفر لعبدك فقد بات الليلة طاهرة الأمر الثاني أنك تقرأي آية الكرسي قبل ما تنامي ربنا هيوكل ملك بحفظك وحراستك عشان ما فيش أي شيطان يقرب منك ويسبب لك جاسوم أو سبب لك كابوس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي قبل نومه لم يزل عليه حافظ من الله حتى يصبح أو حتى يستيقظ وفي أذكار النوم طبعا ممكن نقولها إذا قلناها وخاصة لما نستعيذ بالله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومنها مزاة الشياطين وأن يحضرون يعني تنامي على ذكر وعلى وضوء إن شاء الله ربنا يصرف عنك كل هذه الكوابيس نرجع لسؤال الأخت الكريمة التي توفي ولدها وإحنا قلنا إن إحنا بنبشرها إن ابنها ده سبقها إلى الجنة لكن عايزين نجاوب على الشق التاني من السؤال بتاعها وهي إنها بتقول أنا بروح له كل أسبوع أولا إذا كانت الزيارة يعني حتهدق من نارك أو حتهدق من ألمك فلا حرج بس بشرط إن أنت ما تخرجيش في وقت يكون المقابر فيها مزداحمة بالرجال أو يكون فيها اختلاط أو ما شابه ذلك لكن عايزين نقول برضو إن لو أنت دعتي له وإنت في بيتك الدعاء هيصل وحيشعر بيك تأكد من ذلك لأن المتوفى بيشعر بأهله الأحياء يعني مش لازم الزيارة المتواترة أو المتكررة لكن الزيارة تكون بقدر وتكون بحدود معينة ومش لازم برضو ما فيش عندنا نص شرعي إن يقول إن فيه تحديد معاد معين أو لازم أروح يوم الخميس أو يوم الجمعة أو يوم الاتنين زي ما بعض الناس بتقول ما فيش أي نص شرعي يحدد لنا يوم معين لزيارة الكبور الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت نهايتكم عن زيارة الكبور ألا فزوروها ناخد اتصال من مدام شايماء السلام عليكم أهلا وسهلا عليكم السلامة فضلي إزاي حضرتك؟ يا أهلا بيك ما قلنا حضرتك دلوقتي أنا شغالة عملي نص في البيت طب بينا يعينك فضلي نيشي طب هما دلوقتي لما بيديني مثلا فلوس ممكن أنا أتبرع بيها ولا آآ آآ أنت عايزة تتصدق يعني من الفلوس اللي بتكسبيها من شغلك؟ لا بس أنا دلوقتي الزروفي أنا الزروفي صعبة وبعدين أنا في نص الجبلي تعبانة وفي الناس بتجيب يعنيكم كده فلوس دي أنا بمشي نفسي دي لأنه جوزي عمل عمليك في غضروف؟ ناس أقول الله أني أشفيك وأشفيه إن شاء الله يا رب طيب أنا لازم أن أتلع زكاة الفطر ولا أنا أعمل إيه؟ طيب حاضر تفضلي حرد عليك تفضلي طبعا إحنا قلنا أن زكاة الفطر إذا الإنسان يعني اتلاقى أن معاه ما يزيد عن قوت يومه الحاجة الأساسية بتاعته حتى لو فائد يسير ولو كان الإنسان ضعيف بيخرج زكاة الفطر بالحد الأدنى وربنا بيخلف عليه وربنا عمل كده علشان ما يحرمش الضعيف أو الفقير من لزة العطاء كما ذكرنا لكن إذا كان الإنسان لا يملك إطلاقا إلا قوت يومه ما فيش أي حاجة زايدة عنده حتى لو يسيره فبتسقط عنه زكاة الفطر لأن ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها وطبعا زي ما قلنا إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبة لكن أكيد لو فيه قدر يسير وخرجنا قدر يسير ربنا هيخلف بالأكثر والأكثر وما نقص مال من صدقة ونسأل الله أن يوسع أرزاقكم وأن يشفيكم ويشفي مرضى المسلمين أجمعين إذن لو رجعنا للحديث عن يوم القيامة كما ذكرنا من مشاهد الحساب التي ذكرناها بعد الحساب هناك صحف تنشر الصحف وتوزع صاحب العمل الطيب يأخذ كتابه بيمينه وصاحب العمل السيء يأخذ كتابه بشماله لذلك يحاول الفاجر أن يخفي ذراعه الأيصر وراء ظهره فيدور الكتاب ويأتيه من وراء ظهره وهذا قول الحق سبحانه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مصرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا بعد ذلك يأتي الصراط والصراط من أشد أهوال القيامة كما نعلم قنطرة أدق من الشعر وأحد من السيف وعلشان تروح الجنة لازم تعدي عليها وهي فوق نار جهنم والعياذ بالله طب نعدي من الصراط إزاي؟ في حاجات معينة بتسهل عبور الصراط أولا السعي في قضاء حوائج الناس يحشر قوم من أمتي يوم القيامة على منابر من نور نورهم تشخص منه الأبصار يمرون على الصراط كالبرق الخاطف لهم بالصديقين والشهداء إنهم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس وخير الناس أنفعهم للناس وأحرصهم على قضاء حوائج الناس وإن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس حببهم في الخير وحبب الخير فيهم إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سعى في قضاء حاجة مسلم بصدق يعني بإخلاص كنت واقفا عند ميزانه يوم القيامة فإما أن يرجح وإلا شفعت له كمان قراءة سورة الإخلاص مفيدة جدا في تحقيق النجاح من الصراط الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول حاجة مهمة جدا من قرأ سورة قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره وأمن من ضغطته وحملته الملائكة بأكفهم يوم القيامة ليجيزوه الصراط إلى الجنة فيجب علينا أن نحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحبيب إلى الوجود يتيما والكون في ضرب الظلام سقيما فأضاء للكون العليل الظلامه بشريعة لا تقبل التقسيم فهي الشفاء لكل قلب موجع ومزاجها بين الورى تسنيما يا مؤمنين بأن أحمد مرسل صلوا عليه وسلموا تسليما أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهدأ بالكم وكل عام وحضراتكم جميعا بخير وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته